كلمنا المرة اللي فاتت عن الحكوة من مشروعات الصيام وقلنا ان هي التقوة زي ما رقاية الكريمة كانت بتقول طب يعني ايه بقى هي التقوة التقوة ممكن يكون معناها الاتقاء يعني البعد يعني ان احنا نبعد عن كل الحاجات اللي بتفطرنا طول مدة الصيام ممكن يكون لها معنى تاني اكبر واعمق من دوت فالمعنى ممكن يكون هو النتيجة اللي هنوصدها بالصيام فالصيام يعني باهل الانسان ان هو يوصل لتقوة الله فكأن الصيام يعني رياضة روحية وطريقة الاعداد النفس لتقوة ربنا وتطير النفس من المعاصي الصيام ممكن يكون بيرقى القلب وبيصف النفس وبيعيني الانسان عن خشط ربنا سبحانه وتعالى عشان كده الصيام كان مفروض على الامم السابقة زي طبعا ما فهمنا من الاية عشان كده كمان كانت وصية ربنا لينا احنا والامم السابقة ان احنا نتقي الله الاية بتقول ولقد وصينا الذين اوتوا الكتابة من قبلكم وإياكم ان اتقوا الله وامرنا ربنا سبحانه وتعالى وتزودوا فان خير الزادي التقوة طيب احنا عملنا كل ده ووصلنا ان شاء الله يعني لمرحلة التقوة ايه بقى الجايزة الجايزة ان احنا ان شاء الله هننجو من العذاب ربنا بيقول ثم ننجل الذين اتقوا كمان ربنا قال ان المتقين في جنات وعيون احسن جايزة بقى وهي محبة ربنا بلا من اوفى بعهده والتقى فان الله يحب المتقين فنسأل الله ان يجعلنا وإياكم من عباده المتقين